قيطاف الأزهار في أفغانستان البلد الذي ينتج معظم أزهار خشخاش الأفيون في العالم لكن هذه ليست أزهار الخشخاش بل الزعفران النبتة الوحيدة التي تباع بسعر أعلى من سعر أزهار الخشخاش هذه الزهور الرقيقة توزن بدقة وحذر لتنزع منها الخيوط الحمراء الثلاثة التي تعطي نكهة ولون الزعفران وهي تسوي بالفعل وزنها ذهبا هيرن هيرات كان يزرع خشخاش الأفيون لكنه الآن يزرع الزعفران حيث ترعى الحكومة في ولاية هلماند هذا النوع من الزراعة في محاولة يائسة منها لتخفيض إنتاج خشخاش الأفيون الذي وصل إلى معدلة قياسية هناك لم تنجح أي محاولة لهم ومظاهر فشل إيقاف إنتاج الأفيون ظاهرة للعيان في كل مكان فأفغانستان تضم أكثر من مليون مدمن يعيشون على هامش المجتمع الشرطة تأثر أحيانا على بعض المخدرات في أحد المخازم في مدينة هيرات رأينا أكياسا عدة من الأفيون إضافة إلى كمية من الهيروين الذي يصنع من إعادة تكرير الأفيون هذا أفيون خام ينتج من الخشخاش في ولاية هلماند القوات البريطانية أتت إلى هلماند قبل 12 عاما لإيقاف زراعة الخشخاش ولدى مغادرتهم كان إنتاج الخشخاش قد وصل لأرقام قياسية ما يعني فشلا ذريعا لهم ذهبنا إلى الحدود الإيرانية مع الشرطة التي تحاول إيقاف تصدير المخدرات من البلاد وهم يقومون بتفتيش عشوائي لبعض الشاحنات لكن معظمها يبقى دون تفتيش نائب رئيس شرطة الحدود هرجي عبدالستر يقول إنما لا يقل عن عشرة شاحنات محملة بالمخدرات تعبر من هنا يوميا يقول إن الشرطة تعمل بجد لكن في بعض الأحيان تكون المخدرات مزروعة داخل أجزاء الشاحن ولا يمكن تفكيك كل شاحنة هذه الحافلة الصغيرة تم انتزاع كراسيها الداخلية لتتسع لنعش سفير الله الذي جلبته عائلته من الحدود الإيرانية بعد أن قتل هناك على يد الشرطة الإيرانية أثناء محاولته للتسلل عبر الحدود هناك قرية على الحدود الإيرانية تسمى بقرية الأرامل بسبب مقتل الكثير من شبابها أثناء محاولتهم التسلل إلى إيران لتهريب المخدرات لم يتبقى في القرية إلا النساء والأطفال معظم الشباب قتلهم الإيرانيون أو اعتقلوهم أثناء محاولتهم تهريب المخدرات ولا يزال الفشل في إيقاف هذه التجارة يرعب أفغانستان والعالم الخارجي ترجمة نانسي قنقر